الجزئية بقى المستفزة اللي حصلت في هذا الاسبوع وغير طبيعية يعني محمد رمضان ثانية محمد رمضان الممثل نمبر ون راح دبي وفي المطعم قابل مجموعة إسرائيليين ومغنين إسرائيليين صهر صهرة ورأس معهم وغنى معهم وتصور معهم قامت الدنيا الخاين العميل طيب أنا كواجين أقوف موقفي إيه؟ أنا كواجين أقوف أنا لا أكون العداء لحد لإني إنجيلي قال لي أحب أعداءكم ما بكرهاش حد مش هطلع أغني أنا بكره إسرائيل بس أنا بحب مصر على فكرة لما تكون ما بتكرهش حد مش معناها إنك بتحبه يعني أنا أقول أنا ما بكرهش مثلا خالد بس مش معنا إن ما بكرهش خالد يبقى بحبه يعني ممكن أبقى بالنسبة لخالد عادي خالد عادي بالنسبة لي خالد عادي لكن ما هوش حبيبي ما هوش صاحبي ما هوش فرند لكن ما بكرهوش دي الحياة دي أنا ما بكرهش فلان لإني أنا إنجيلي قال لي ما تكرهش فأنا مش هكره حد عشان عيونك لإني عشان دي خطيئة حسبة احنا بنعمل ربنا أنا أكره حد خطيئة الكراهية لتدخل جهنم تدخل جهنم ما بكرهش حد حتى لما بقول بعارض مثلا سيادة اللواء ولا سيادة فلان ما بقولش أنا بكرهو أنا بعارضه لكن لكن مش بكرهو وكلمة مش بكره معيش معناها بحبه لأ طيب هل تعتقد يا زكي يعني يا وطني إن محمد رمضان بيخطو خطوة في جمهورية مصر العربية أو خارج جمهورية مصر العربية بدون علم النظام والأجهزة السيادية تبقى حمار لو افتكرت كده أنا آسف أنا آسف في اللفظ ده يعني لو أنت اعتقدت أن محمد رمضان بيتحرك بمزاجه تبقى الرجل ده بيطلع من هنا بتكليف تروح كذا يروح شيل يا زكيادرة يشيل زكيادرة حط يا زكيادرة يحط زكيادرة ده محمد رمضان محمد رمضان اللي اتدبرت له قبل كده إنه لقوا معاه شوية أسلحة في العربية واخدوه على المركز عشان يقول الحقوني وتحقق معاه تحق تحت جنح الدولة ومن ساعتها الدولة ربته ودخلته الجيش تاني قايت له أنت مقدتش التجميل وتعالى ودخلته السعقة وعملت له فيلم وربته هل محمد رمضان أحسن ممثل في مصر لا مش أحسن ممثل في مصر هو ممثل جيد وممثل كويس وبيمثل حلو بس فيه اللي أحسن منه بس ليه بقى محمد رمضان محطوط على الحجر محطوط على الحجر بيخدم أجندة النظام طيب عايزين نعمل بلبلة آه نطلع ده زي مثلا نطلع راني يوسف بدون بطانا أوعى تفتكلي النظام مش موراها لا موراها ومعاه أوعى تفتكلي حاجات دي لا كل ده متخطر نخلي الناس تتقلب شوية نعمل مشكلة مع فلانة الفنانية تطلع نقلب آه طيب ماشي عملنا الحركة دي وقالنا لمحمد رمضان نروح هناك راح هناك اتقلبت الدنيا طيب اعمل كذا يا محمد آه اتأسف يا محمد نشوف الشعب ماشي الشعب تتقبل رجوعه تمام يرجع محمد رمضان ويرجع أقوى مما كان لا الشعب رفضك تماما وتحرق طص يتحرق كارت وخلاص استخدمنا النظام استخدمه يترمي ويطلع غيره في تاني كروتا تانية تطلع النظام حتى لو كارتا انتهى في غيره حبيبي يطلع غيره نجح وكمل يكملوا معا النظام يعملوا صبر فهمتوا اللعبة ازاي فهمتوا اللعبة ازاي يعني يعني من الأول للآخر نسيبكم من النقابة ويسيبكم من اللقاء كل ده تمثيل في تمثيل واحنا عايشين في مصرحية كبيرة كل ده نصب كل ده نصب عشان تبقوا بس ايه فهمين الدنيا ماشية ازاي دي الجزئية بتاعت بتاعت محمد رمضان لكن الجزئي بقى اللي هو طلع لي احد الاصدقاء هو يدعي انه هو لبرالي لكن الحقيقة انه هو مش لبرالي الحقيقة انه هو سلفي اصيل كتب بوسط وانا دخلت له على البوسط ونقشته فيه كتب بوسط يقول لك هل من الطبيعي ان احنا كشعب نرفض اقامة دولة اسلامية في مصر ونرفض نرفض اقامة دولة اسلامية في مصر ونسمح بوجود دولة يهودية على الحدود تاني البوسط بيقول كده هل من المعقول ان احنا نسمح ان احنا نرفض اقامة دولة اسلامية في مصر ونسمح بوجود دولة يهودية على الحدود واضح ان النوع المشروبات المنتشر اليومين دول رديئي يعني يعني واضح انه رديئي يعني لدرجة ان واحد على الفيسبوك مش عايز يسمح لدولة بالتواجد على الحدود سلامتها محسن سلامتها محسن دي دولة معترف بها دوليا ودولتك معترفة بها دوليا ولها سفارة جوا بلدك ولها سفارات معتمدة في كل دول العالم وتعتبر الولاية رقم كذا الامريكا يعني تواجدها موجود اقوى من تواجدك على الخريطة على فكرة الكلام دا سواء انت قرضت او لم تارد يعني انت ممكن تناطح وتخبط دماغك في العين ده شيء يرجعلك لكن احنا بنتكلم على على واقع موجود على الارض واقع موجود على الارض طيب دخلنا مع بعض في النقاش قلت له الدولة اللي انت بتكلم عليها اللي هي دولة ايس دي دولة ارهاب لكن الدولة اللي موجودة دولة مش دولة ارهاب الله انت عايز تجيبلي ايس او داعش زي دولة اسرائيل بقى امرت ايه طيب ما ندردش مع بعض ونمشي حتة حتة طبعا داعش معروف قتل سواء للمسيحي سواء للأيزيدي سواء للملحد سواء لمن يختلف معها في الرأي سواء لأي حد مش من الفرقة الناجية يعني بتأتي المسلمين بردو دي داعش لا تعرف اللي اللغة تبقى وبتستخدمها اجهزة لتمرير اجندات معينة طيب تعالوا نمشي حتة واحدة معها عشان فيه ناس بتستغرب بس تعالوا نشوف كده اسرائيل وعرب فلسطين اسرائيل وعرب فلسطين هل فيه حد من اليهود بيخطف بنات الفلسطينين زي ما بيحصل في مصر بتخطف بنات الاقباط برعاية امن المينيا المينيا نفسها اللي بتسمح بتوليع البرشا هي نفسها اللي بتسمح بخطف البنات وكمان لما يرجعوا البنات نقولوش هم كانوا فين بضغط امن المينيا ورعاية المينيا هل يهود اسرائيل بيختفوا البنات المسلمات الفلسطينيات ويعملوا معهم الحركات دي هم هل اليهود الاسرائيليين بيخشوا على بيوت المسلمين في اسرائيل ويحرقوها هل بيدخلوا ويقولوا هنحرق الجوامع النهاردة زي ما حصلت في المظاهرة اللي تصورت مبالح هل اسرائيل بتمنع عرب اسرائيل من ممارستهم حقوقهم السياسية زي ما في مصر بيتمنع المسيحي من ممارسة حقوقه السياسية وتولي المناصب الهمة في الدولة اسرائيل بتسمح لعرب الفلسطينيين بالعمل والالتحاق في البرلمانات وفي الوزارات وفي المدارس وبتسمح لهم أيضا بالتزاوج من اليهوديات دي اسرائيل طيب نروح اسرائيل كده يبقى مع العرب بتوع فلسطيني لتنحقهم طيب مع المسلمين في مشاكل سبك من عرب فلسطيني لأنهم من فلسطين في مسلمين طلعوا من مصر من الدول تانية وراحوا هناك هل بتمنع إقامة دور عبادة للمسلمين لا ده في دور عبادة للمسلمين في اسرائيل والبمارسوا عبادتهم بسلاسة مشاكل المسجد الأقصى دي قصة تانية عشان تحتيه هو هيكل سليمان وفي ناس طلعت علماء كبار قالوا أنه ده مش المسجد الأقصى وأن المسجد الأقصى والمسجد الأدنى موجودين في السعودية وأن ده تبنى بعد عهود بعد 200 سنة من الهجرة دي قصة طب إسرائيل والمسيحيين يا طرى بيختفوا بنات المسيحيين ما بيحصرش يا طرى بيحرقوا الكنيس ما بيحصرش يا طرى لما بتحصل مع مشكلة مع إسرائيلي ومسيحي بيعملوا مجالس عرفية تعريضية ويخلصوا الموضوع ونيموا ما بيحصرش طيب إسرائيل ومصر بعد اتفاقية السلام هل حدث اعتداء من إسرائيل على مرضى مصر من بعد 73 ومن بعد اتفاقية كامبنيفل لغاية النهاردة ما حصرش طب كل الاعتداءات اللي جات على مصر جات من فين جات من حماس وجات من فلسطين وجات من داعش هتقول لي لفة هوا ماليش دعوانا هتقول لي سي داعش شغالة تأمل ليش دعوة داعش لما بتدخل بتقول الله هو أكبر ليش دعوة بالقصة لي يبقى أنا عندي إسرائيل معلش يعني إسرائيل تعامل المسلمين والعرب والمسيحيين في إسرائيل أحسن من معاملة القيادة السياسية في مصر للمسيحيين والمسلمين يعني إحنا كمصريين لو عايشين في إسرائيل كان أحسن كلام دا يزعل كلام دا يزعل ازعل بس سيدي الحقيقة مكسوف من الحقيقة غيرها مكسوف من الحقيقة غيرها غير غير بيدك هذا أقل إيمان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه وهذا أضعف الإيمان غير يا أخي أنا مش شايفك بتغير أنا شايف المستوى الأقلاقي بينحدر مستوى الأمن الاجتماعي بينحدر غير وريني هتغير إزاي وريني هتغير إزاي أنا مش شايف لك منظر بأمامك حولها لك أنت بتشتمو على بتشتمو على مين نحن معلش أنت لكم وكتبتها أنا أنت لكم 47 سنة من 73 لغاية النهاردة بتبنوا جبال من الكراهية جبال من الكراهية أبناء القردى والخنازير ولي والمغضوب عليهم والدرين ولي 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 ماشي وبعدين هم في 47 سنة ده بنوا صرح اقتصادي إسرائيل سواء أردت أو لم تلد أعظم دولة في المنطقة أعظم دولة في المنطقة وأعظم دولة في العلاج والصحة وأعظم دولة في إنتاج اللقاح وأعظم دولة في تكنولوجيا الكمبيوتر واللابتوب وهم عددهم قد جدوهم مفيش ممكن وصلوا ستة ولا سبعة دلوقتي لكن العالم كله يعمل لهم حساب في كل المنابر الدولية وكل المحافر العلمية موجودين وليهم تواجد تدخل انت هناك عندهم تكنولوجيا انت خليك في عبلك انت خليك في عبلك انت طالما قاعد في عبلك خليك في عبلك انت مش عايز تفوق على الحقيقة وتعرف الدنيا ماشي ازاي خليك انت متحجر داخل القوقعة اللي انت قاعد فيها انت وشوية الأمن وشوية أمناء الشرطة اللي وراكم دول لكن إلى حين إلى حين يبقى كده أنا بروارتركوا لما نجي نتكلم ونتكلم صح اعرفوا انتوا فين اعرفوا انتوا فين من الخريطة العلمية اعرفوا انتوا فين من الخريطة الجغرافية اعرفوا انتوا فين من الخريطة الأخلاقية التلاتة انتوا فشلين فين الخريطة العلمية والخريطة الجغرافية والخريطة الأخلاقية والخريطة الاقتصادية فشل ما فيش مؤسسة ما لمسهاش الفساد المؤسسة القضاء ومؤسسة الأمن ظلموا الرهبان والرهبان الأبرياء وافتروا عليهم وفبركونهم عضية وهم أبرياء من قتل عن بابي فانس اللي قاتلوا النظام دي الحقيقة اللي أنا بقول لكم كلام ممكن تعرفوه بعد 30-40 سنة يتضح الحقيقة بتاعته بس بقول لكم من دلوقتي عشان لما تعرفوه أو أحفادكم يعرفوه يعرفوا أن يواجه رؤوف في يوم من الأيام قالت كلام ده الحقيقة اللي أنا بقول لكم لازم تعرفوها لن الغصب تعلنكم لازم تعرفوها لازم تعرفوها